اهلا وسهلا بكم ودي حلقة جديدة مع محمد عيدل وهوك والنهاردة حاببنا اعريكم ازاي بنعمل الكولاج طيب معظم الناس في الكولاج دواد ما ويكونوش عندهم خلفية قوي عن ازاي يعملوه او ازاي يتعاملوا معي مع انه هو بسيط جدا فانا هتكلم بشكل عائم كده او بشكل سريع عن ازاي بعمل الكولاج تعالوا نشوف طيب اول حاجة طبعا انا كنت بعمل حاجة زي كده اصلا البيهانس يعني الشكل ده كل ده انا كنت بعمله البيهانس هو كان كفر وكده وكنت عايز اعمله البيهانس فقلت ان انا اعمله الكولاج طيب هنبدأ نيو فايل كل ما بعمله في الم injuries الim overflow طيب اشنال طيب عن اي عاء السوال ان احبه Ooh طيب انا كنت اعمله الخلفية على هاتشادي وشان نمارس ثلاث مية بالشكل ده اول حاجة طبعا عشان ابدأ الكلاشة انا محتاج ان انا اخد كل الصور اللي انا محتاجها انا ديت صور من بعض الاعمال اللي انا اعملها ناخدها ونضعها طبعا انا بحط كله فوق بعضه بالشكل ده اعمل لهم ناخدها دلوقتي طبعا في مليون طريقة تقسم بها ديت موضوع انت اللي تعمله ومش انا انا بالنسبالي انا هعمل دلوقتي اخلي الابيض اخلي الاسود كماند اي عشان اشتغل عليه وابدأ اعمل لير جديدة واجيب مثلا الفرشة طبعا في كذا طريقة انت ممكن تقسم بها الموضوع براحتك يعني انا بالنسبالي انا هستخدم اسلوب هيكون عشوائي شوائي شوائي انت ممكن تعملها مربعات مستطيلات المسلسات الطريقة اللي انت عايز تعمل بها طريقة الكلاج انا بالنسبالي انا هستخدم حاجة سيمبل هاريكو بيها ازاي بعمل الكلاج انا اخترت الابيض ا uso اعط pessoal اصب تم İyi انا اصبحت مربعات entails اصبحت المربعات اصبحت مستطيلات اصبحت طريقة ما نريد بان .. انا بالنسبالي they will ممكن اقسمها العادية ممكن مثلا اعمل حاجة زي كده بدوس كليك وشيفت ودوس بعد كده في حتة تانية بحيث ان هو يعمل لي line برضو نفس الكلام ممكن هنا وهنا بعدين ممكن هنا وهنا ممكن بعد كده اعمل مثلا دي كده 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 بالشكل اعمل برضو حاجة كده طبعا تأسيم اللي انت عايزها انا بعملها بشكل عشوائي عشان اعزين برضو نتناقش الموضوع دوت وانتو بتعملوه بالنسبة للناس اللي هتتابع معي حلقاتي حابب ان هم يعملوا التأسيم اللي هم عايزينها ويحطوا فيها الصور اللي هم حابانها طبعا الفيديو ده مش هيكون لي material انا عايزك انت اللي تجيب الماتيريال وتستخدمها في الكلاج حسنا حسنا كده كده انا بالنسبة لي انا ممكن اكون اعملت شكل عشوائي شوائي لكلاج ماشي ممكن اعمل بقى layer تانية لديت اوكي واعمل واحدة تانية من ديت برضو جستن كيس احتياطي وين خليها مع ديت اوكي انا عندي ديت دلوقتي كده بابدأ 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 اشوف كل حتة بدول وعمل لها select ممكن مثلا كده اوكي نركز بقى الحتة دي نبدأ نشوف الصور اللي احنا حبتنها ممكن مثلا حاجة زي دي مثلا وين اعمل لها mask اوكي بنننك الماسك من layer ونصفر ونشوف انهي جزء احنا محتاجينه ممكن مثلا تبقى بالشكل ده اوكي طبعا اي حاجة يفضل ما يكونش فيها كتابة او اي حاجة انت بتعمل كل حاجة عادي وبعدين بنعمل بنعمل سيلاكشن برضو الحتة تانية في داية بنرجع لل layer ممكن بناخد حتة زي دي ونشوف مثلا احنا بقى نختار الصور اللي احنا عايزنا بنعملها حاجة زي كده مثلا نعملها mask ونانلينك برضو ومحرك دي طبعا نصغرها شوية بالشكل ده مثلا ممكن برضو نسيلكت واحدة تانية حتة زي دي انا بسيلكت طبعا مكان ممكن نخفي دي اصلا انا مش محتاجها هو كده كده هيبقى باين عندي الجزء الخط ممكن مثلا حاجة زي كده ونصغر ونصغر وناخد الجزء اللي احنا عايزين طبعا انا معظم الفيجولز اللي انا عملها دي انا هبقى ورها لكم بتتعمل ازاي باردو وهو رها لكم في الفيديوز الجاية بس انا حابب نهاردة ان انا اريكو الكلاج لان احابب ان يكون فيه تفاعل اكتر مع الطلبة وحابب ان يكون كل واحد بيوريني رأيه وكل واحد بيوريني اسلوبه في الكلاج عمده اوكي انا عمل مثلا دي اشوف حاجة زي كده ونلنك ونصغرها ونصغرها بيوريني وناخذ رجم ونعمل الكلام هنا بسأل ازال الكلام ونعمل امتغرن وضع الكلام طبعا ان لو فيه حاجة انا اريد اصغرها اكتر على اي حاجة ممكن اصغر دي شوية كده مثلا الطريقة ديت واعمل ديت راستر ممكن اعمل كده او ممكن اعمل كده نشد دي شوية الفوق كده نعم كده انا عندي الحتة دي تضغط دي تقريبا ونكمل برضو الباقي حاجة زي كده نعمل برضو لير ماسك وناخد الجزء ده بالشكل ده ممكن حاجة زي كده نعمل برضو نعمل برضو ممكن ان اقوم بصفه نعمل برضو نعمل برضو نعمل برضو برضو ونعمل برضو اقليبها راستر واخد الجزء الاخير اللي تحت ده واشده شوية ممكن برضه حاجة زي كده نعملها هنا مثلا وناخد برضه جزء ده ونعملها ان لنك ونصفرها شكلها ونعملها على راستر ونشد جزء ده شوية كده كل ما يكون مجدد افضل كل ما يكون احسن كل ما يكون عمل الشكل افضل سوف نقوم بإمكانك ممكن نعكسها الشكل نظام هذه ممكن نخليها فوق ممكن نعكسها نضيف جزء اللي فوق نضيف جزء اللي فوق نضيف جزء اللي فوق ونصغر فيها هذا الشكل ممكن نضيف جزء نضيف جزء اللي فوق نضيف جزء اللي فوق نضيف جزء ممكن نضيف جزء ممكن نخليق ذلك شيء نضيف جزء ممكن هذا الكلاش بالنسبة لي ويمكني ابدأ اضيف حاجات مثل هذا اريد ان اضبط الوان مستعد قليلا ممكن ان اغير الوانه ايضا ممكن ان اضع الوان مستعد قليلا فقط 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 نعمل صورة نضيف الكلور نضيف الكلور نضيف الكلور نضيف الكلور نضيف الكلور ممكن تلعب في الألوان براحتك الطريقة التي تضيفك أو الأسلوب الذي تريد أن تفعله في الكلاش نضيف الكلور وصلت الى أخر الحلقة أتمنى أن يكون الموضوع يصل لكم أحبب أن أرى الشغل الذي يعملينه أحبب أن أرى أفكار التي دخلت في دمائك خلي بالك أن أعطيته تقسيمات عادية بطريقة عشوائية وسريعة بحيث أن ترى الفكرة وتنفس بنفس الاسلوب مش بنفس الاسلوب بالظلطة طبعا انت هتجيب صور مختلفة هتبدأ تجيب هاجيات جديدة افكار جديدة ابدأ قسم تقسيمات مختلفة يعني انا مش عايز بس التقسيمات اللي انا عملتها ديت لأ انا عايز تقسيمات تكون ممكن مربعات ممكن مستطيلية المسلسات اي شكل انت عايز تعمله دوائر شوف انت الطريق اللي ممكن تعمل بها انت ممكن تاخد الكولاج دوت ممكن تاخد مسلا دايره وتقصها على شكل رأى وش مثلا ممكن تقص الدايرة على شكل مش عارف ايه يعني كل حاجة كل ايتم انت ممكن تحطه في جزء من الكولاج دوت والتعمل به شاب كامل او ممكن تعمل به فيجول كامل بطريقة الكولاج حابب ان انا اشوف الكولاج والافكار اللي انتو عملينها وياريت لو انتو حابين الشغل معايا اكتر ياريت يكون فيه تفعيل اكتر من كده وحابب اشوف الكومنتات بتاعكم والشغل بتاعكم شكرا ديكم